بسم الله المصلي وسلم على سيدنا محمد حبيبتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حيبتي الغاليات اليوم غادي نجاوبكم على هذا الفيديو اللي حطيت لكم ديال المشروع الكيك من الدار اللي بنات اللي كي سولوا كيفاش غايدروا معامل المحل أولاً حبيبتي غادي تمشي عند المحلات اللي كتكون قريبة منك ويكون فيها الرواج أما حدها مدارس أو الناس سكان بزاف حدها والمحلات اللي كيكونوا فيها الخدامة بزاف معلمين بزاف كي يجوا يدو القوتي منها أو الفطور ديالهم والسكاني يعني اللي عندهم يعني البصة فيها الرواج المهم باش ما نطولوش هاد الموضوع غادي تمشي غادي تمشي لعندو غادي تكوني بعدها كين شديتي الإذن من زوجيالك ومن الأخ ديالك من الأب ديالك من اللي معاك في الضار باش ميدير لك المشاكل معهم وتكوني انتي يعني مستعدة داعي لدرتي مع هذا التسيد ما تخدلي يعني لانه لجاو الكليان على هساب طالبوه وقال لي مرة غادي تكون عندي غدا خصك جيبها لغدا تكوني وافية في الكلمة ديالك غادي تكوني خدمتك نقية وتكون ذاك شي زوين والريحة ما فيش رحة الزفرة إلا بغيت تغطيه ذاك الماعو اللي غا ديري فيه يكون نقي هاداك المنديل غا تلوح عليه خصك تلوح عليه هاداك السلو يفام تلوحي واحد المنديل من الفوق تتوصلي الملحنت وشي بلاتو يكون هاداك ونفضل ذاك البلاتو تفرشي فيه الورق ديال الفران ذاك القهوي باش ما يشرب لك ذاك ذاك الزيت اللي في الكيك وذاك البيض الورق ديال زبدة البيض راك يشرب ذاك الزيت وكي خليك كي ينشف الكيك وغادي تلوحي واحد المنديل يكون نقي مع مرق تضي شي منديل يمسخ مع مرق تضفارك ما مقطعين وهذا لان هالناس كتشوف ذاك اللي كي طيب ما عليناش غادي تفاهمي معاك قولي اودي انا كنطوب الكيك وتشكري وتديري الراواج الراسك تقولي راك نبيع وهذا وهذا ديري الراواج يعني ماشي ديري الاعلان الراسك تديري اعلان ماشي تجيو تقولي اول مرة وانا خايفة وانا شافك انتي خايفة را هو ما غيشد عندك كوني هكا عندك ثقة في نفسك والكيك ديالي غا نجيبو لك وهذا ودائب اقولي را مستعدو را ها عند موافقة من زوجي او خويا وهذا باش ملحنت لانا مما يلحنت ما كيبغلش المشاكيل مع الجيران غادي تمشي تكوني مقادة واحد الكيك في الضار ومشي عند محل جوش ثلاثة باش باش الى واحد ما يشد عندك اليوم يشد عندك الاخر الى ما تبعت لك عند هذا تهزيها تكملي بها الكيك الاخرى تنفيذها الكيك أخرى ودحيها من المحل اخر غادي تمشي تنفيذ واحد القطعة زوينة مقطعتها زوينة بشي ميندين مرطيتها بسلوفان ودحيها ودعيها واحد من اليندين وتقولوا تفضل هذا دوقه وشوف وعطيه الولادات كيدوقه هذه صنعتي الديها هذا الكيك ايش حاجة ملاوي مسمن ايش حاجة قرص لان المحلات يزعموا يشدوا عند الشركة و يشدوا عند الاشخاص و خصص ايدات و يشد معه الوقت و يشد معه الوقت و يكون وفية في الوقت وهي يستطيع أفضل العشية يجب ان يكون هناك طيبة في الفران الغاز يجب ان تخلطها بيدك وكما قلت الزفرة يجب ان تكون الخل يغنيك على الافاني لا يجب ان تقوم بيدك لكي لا تكون فيها الزفرة دائما يجب ان تقوم بيدك لانه مرات عرفت الكيك لا تجي محمرة كاملة حسب دهنها بشوية المربع شوية الكوك لا يوجد مشكلة او السكر غلاسي سوف يجب ان تقوم بيدك وكما تقوم بيدك وكما تقوم بيدك وكما تقوم بيدك وكما تقوم بيدك شديه من عند المحل وليكن بحل شدي عنده الخميرة شدي عنده مره 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 الزيت فمتي وخها غير مره مره وقلون يقصي احتنات شب معي في الاتمينة او او ماشي يعني لا مصلح تقدي انا الصراحة ما كانت تقديش عندهم الليلة شي حاجه خاصني يعني سوف يمبطره اما ما كانت تقديش تدريجيا ستتمشى سلعة كمية صغيرة كما قلت و دائما نضافة و دائما انت اصلا في حال تكون نقية و نضيف اضفارك لباسك لك انت ماشي عند ملحان و نتقرب منك ذائرة طابلية خرجتها حضر الضار كي المحل يكون حضر الضار أو المحلابة طابلية تكون نقية ما تكونش مبقعة ماليت تدخل على ملحانة و عند الكليان ما تجريش رجليك باش ميقلوا هذي أولا تجريش لها و داخلة بغد تبيع الكيك أصلا هي قاعد نعفونا كون انت ايا هكا مقضى و ثيقتك في النفس عندك ثيقة في نفسك باش تزعمي هذك الكليان تزعمي هذك الشخص حتى السيدات اللي كي يجو يشتروا عندك كوني دائما نقية و ريح تدارك نقية كما قلت لكم في الفيديو اللي ارتفعي الطلابية تكون دائما راح ما تظهر ديالك و الحالة ديالك كتخليك تبيعي وتروجي هذا بالنسبة للمحالات اللي كي يقولوا راح قلت لكم لا سوف نقول لكم في هذا الفيديو هذا راني غلط فاش قلت لكم فاش نديرها نقطعها في الدر كان نقطع 48 قطعة لا راي غير 28 غير غلط قلت 48 28 قطعة 28 قطعة حبيباتي فاش نديري لك نقطعها صغيرة اما المحل خاص 7 سنتيم على تقريبا هي 6 على 7 أو 6 على 5 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة